مواقف الأحزاب السودانية بدت متباينة من تصريحات رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهانة والتي أعلن فيها انسحاب المكون العسكري من الألية الثلاثية للحوار قوى التوافق الوطني اعتبرت القرارة يحمل إشارات إيجابية وقالت إنها ستنسق مع المجلس المركزي مسار الانتقال لإخراج البلاد من حالة الجمود السياسي ندعو كل القوى السياسية السودانية استرادا لخطاب الأمس للانتظام في الحوار كما حدث والتوافق كما حدث سابغا في الاستغلال من أجل أن نكون حكومة توافقية تعود بالعملية الديمقراطية المجلس المركزي للحرية والتغيير بدأ متمسكا بموقفه الرافض ومواصلة الاعتصامات حتى الإفاء بكل المطالب وعلى رأسها تسليم السلطة لحكومة مدنية أعطي سلطات سيادية سلطات الأمن والدفاع وكل ما يتعلق بها وسلطات أخرى حيتم نقاشها مع الحكومة التنفيذية ولو تلاحظوا ما في مجلس السيادة يعني السلطة السيادية يعني هي مش دي شراكة الشراكة الفاتحة كانت أول ده استيلاء كامل على السلطة السيادية في البلد وفي طبيعة الحال هذا غير مقبول إطلاقا يعني خطاب البرهان وبرغم الجدل حوله إلا أنه بنظر مراقبين يمثل فرصة لتوسيع قاعدة توفقية يتم عبرها تقديم برنامج ومشروع وطني مدني هذه خطوة متقدمة جدا وبالتالي ليس أمام القوى السياسية الآن هو التحدي الأساسي الآن أمام القوى السياسية إنها تضع رؤية موحدة وبرنامج وخطة لإدارة الفترة الانتقالية حتى بلوق نهاياتها ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر يشهد السودان حالة من عدم الاستقرار السياسي حالة دفعت الشارع للخروج والمطالبة برحيل العسكر وتسليم السلطة للمكون المدني في البلاد رغم وصف البعض لخطاب البرهان بأنه تكتيك سياسي ولا يعبد طريق نحو التحول الديمقراطي إلا أنه بنظر كثيرين يمثل فرصة تاريخية للقوى السياسية بأن تلتقط القفاز لإعادة المسار الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشارع طارق التجاني تيارتي عربي الخرطوم ترجمة نانسي قنقر